نأخذ حديثا نبويا شريفا يسأل عنه الأخ عبدالله يقول ما صحة حديث إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح الحديث صحيح ومعناه الإغلاب في شأن المرأة التي لا عذر لها إن امتنعت عن زوجها إن رغب فيها فيما يرغب فيه الرجال من نسائهم عادة فليس هو على إطلاق هذا الوعيد أنه المقيد بأنه إن لم يرضى منها ذلك وقد دعاها إلى الفراش ولا عذر لها في الامتناع فغضب أما إلى تنازل عن حقه ولم يغضب فهي ليست داخلة في الوعيد أما إن لم يكن لها عذر من نحو أن تكون مريضة على سبيل المثال أو بلغت غاية الإجهاد والمشقة أو أن أحوالها لا تسمح لها باستجابتها لطلبه لسبب مقبول شرعا فهذه غير داخلة في الوعيد الوعيد هي في من لا عذر لها فتمتنع عن تلبية طلب زوجها ولا يرضى هو منها ذلك والحكمة من هذا هو إقامة أولي الأسرة على أسس متينة من مراعاة كل واحد منهما لحقوق الطرف الآخر ومنع ما يمكن أن يورث الفتنة داخل الأسرة أو ما يمكن أن يؤدي بأحدهما إلى الانحراف والوقوع في ما يسخط الله تبارك وتعالى ومعلوم أن أسمى مقاصد الزواج تلبية المطلب الفطري في كل واحد منهما عند الرجال وعند النساء بالعشرة المباشرة التي تكون بينهما فإن لم تتحقق هذه العشرة دون عذر مقبول فإن ذلك يمكن أن يفضي إلى كثير من المفاسد وأن يؤدي إلى عدم استقرار هذه الأسرة وانتفاء أسباب الألفة والمودة والسكون فيها مع التأكيد على أن كثيرا من الفقهاء نبهوا أن المقصود أن يكون الزوج أيضا مؤديا لحقوق المرأة فإن كان امتناعها إنما هو من باب المجازاة على تنقصه لحقوقها فإنها لا تأثم بذلك إن امتنع عن أداء الحقوق إليها ولم يكن له عذر فقابلته هي بمنعه بعض حقوقه فإنها لا تأثم إذن الحديث صحيح ومعانيه تدور حول هذه المعاني التي لا ينبغي أيضا أن تستل عنها فليس هو برخصة للأزواج ليدخل العنة والمشق على نسائهم نعم ولا هو أيضا بإغلاض على النساء دون تبين لأحوالهم من الصحة والمرض والأحوال التي يمكن أن تكتنفهم فتمنعهم ودون التفات للحقوق التي لهن على الرجال أيضا نعم فبمجموع هذه الشرائط والأحوال يكون هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث الصحيحة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم